شهدت محافظة الإسكندرية تدشين أول فرقة التدمج للفنون الشعبية والاستعراضية على مستوى الوطن العربي ويهدف إنشاء الفرقة إلى تسليط الضوء على أصحاب الهمم في مجال الفنون الشعبية يعد تمكين أصحاب الهمم ودعم قدراتهم وتنمية مواهبهم أولوية تعمل أجهزة الدولة المختلفة على تحقيقها وفي خطوة تؤكد التحول الكبير نحو التعامل مع أصحاب القدرات الخاصة شهدت الإسكندرية تدشين أول فرقة دمج للفنون الشعبية والاستعراضية على مستوى الوطن العربي إحنا الهدف من الفرقة إن نعمل دمج المتحدة لإعاقة في مجال الفنون الشعبية وتسليط الدوق على إبداعاتهم وفي نفس الوقت نعمل ترويج السياحة والتبادل الثقافي بين الشعوب الفترة اللي جاية إن شاء الله إحنا عندنا رؤية أن الفرقة إن شاء الله تعمل عروض على المستوى المحافظات يعني ويبقى ده ترويج سياحة محلية وعندنا تطلع أكبر يبقى فيه ترويج سياحة خارجية حفل تدشين الفرقة شهد تقديم عدد من العروض الفنية والاستعراضية حيث لاق العرض تفاعلا كبيرا من قبل المشاركين ويهدف إن شاء الفرقة إلى تسليط الضوء على أصحاب الهمم في مجال الفنون الشعبية من خلال عملية دمجهم في المجتمع باعتبارهم عنصرا فاعلا ونشطا